موسيقى مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم وإليكم في رسالة حياة النهاردة هنتكلم عن إزاي نوازن حياتنا وفي نفس الوقت هنتكلم عن السلام النفسي هما الفقارتين دول فأول حاجة ذقت جميع الطيبات فلم أجد أطيب من العافية وذقت جميع المرارات فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس نقلت الصخر والحديد فلم أجد أثقل من الدين يعني إيه الكلام ده؟ ده القول ده للإمام علي كرم الله واجهه بيقول إيه اللي ممكن يسعدنا وإيه اللي ممكن يتعبنا في الحياة طيب وعلشان نعيش حياة متوازنة وسعيدة وبعيدة عن أي مشاكل قد تحدث أو نتغلب على المشاكل اللي ممكن تقابلنا أثناء رحلة حياتنا نعمل إيه؟ في حاجة اسمها التوازن التوازن ده لو إحنا مثلناه خلينا نقول بمربع المربع ده أربع أضلاع فالأربع أضلاع دول كل ضلع فيهم أهم من التاني لو بقوا تلات أضلاع يبقى الدنيا خلاص كده مش مكتملة لكن هم أربع أضلاع وأول ضلع فيهم القلب وهنقول إحنا بعد كده هنذكر دلوقتي ليه القلب جبناه أول حاجة قبل العقل كمان طيب أول حاجة القلب وتاني حاجة العقل والضلع التالت هو المال أو الجيب أو اللي بيجيني من شغلي ورابع حاجة الرياضة أو الصحب بشكل عام يعني طيب لو جينا نقول القلب القلب ليه حطناه أول حاجة علشان نكون ساعدين ونحس بالسعادة لازم يتوفر حاجتين وهما أول حاجة النشوة أو اللزة بتقابلها في نفس الوقت الرضا والرضا ده يعني الرضا والنشوة لما بيتقابلوا في نفس الوقت في القلب هنا بتتم أقصى درجات السعادة الممكنة ذروة الأمر زي ما بيقولوا أعلى حاجة طيب إزاي بتتحقق السعادة بتفضل عندنا نتيجة السببين اللي احنا قلناهم النشوة وقتية وقتها صغير وبتمشي يعني ما بتستمرش قوي إلا لما أجددها ويحصل حدث تاني يكون موجودة دي جواي طيب والحاجة التانية اللي هو الرضا الرضا بيفضل في قلبنا وبياخد شوية يعني الشوط بتاعه بيكون أكتر من النشوة أو اللزة زي ما بنقول طيب هنا هنبدأ بالقلب ليه قلنا القلب القلب علشان خاطر أنا النهاردة لو مخي وعقليتي عالية جدا وبعرف أتصرف في كل أموري وأنا نفسيتي مش مستريح أو أنا عندي مشكلة نفسية بفكر فيها أو مسألة ما بفكر فيها هل أنا هقدر أشتغل كويس؟ أكيد مهما يكون عقليتي عالية مش عارف أركز مش عارف أطلع فكرة كويسة مش عارف يعني أطلع حاجة بالنتيجة المرجوة أولا العلاقة بالله ثانيا الحب بشكل عام حب الحبيب حب الأهل حب الأصحاب حب أي حاجة أنا بحبها وبميل لها وثالث حاجة الهويات تعالوا نشوف إيه اللي ممكن يرهق القلب قبل ما نخش على العلاقات وقبل ما نخش على الثلاث حاجات دول إيه اللي ممكن يرهق القلب في الحياة؟ إن أنا عندي مشكلة ما في الماضي بجيبها معايا وأنا راح في أي حتة وافضل خايف منه ومتخوف وبتسبب لي عدم تركيز وبافضل خايف من الماضي ده أول حاجة وتاني حاجة الخوف من المستقبل الخوف من المستقبل بفكر لبكرة بس أنا خايف وقلقان ومش واثق إيه اللي ممكن يحصل ودايما ببص إن الأمور ممكن تيجي نتيجة عكسية ضدي أو مش لصالحي فهنا بتحصل مشكلة تانية طيب دول اتنين ثلاثة بتحصل كمان المقارنة المقارنة أنا مثلا سعاد بقارن نفسي بحد الحد ده بيكون إمكانياته غير إمكانياتي وهو مثلا يعني في الظاهر من ناحية عيني أنا اللي أنا شايفه إنه هو أعلى مني في حاجات كتيرة بس طبعا في النهاية الإنسان كل الناس واخد الـ 24 إرادة بس بشكل مختلف فهو أنا شايف إنه أحسن مني في حاجات لكن في الحقيقة أنا متساوي معالي أن أنا عندي حاجات تانية أنا أفضل منه فيها ومش أفضل والحاجة بس سابقه فيها وهو سابقني في حاجات ربنا بيوزعها بالشكل المناسب لنا إحنا لذلك دايما بنقول يعني ثق في اختيار ربنا ربنا بيدلنا الحاجة اللي بتنفع معانا إحنا ومتناسبة معانا إحنا وإحنا ساعات بنجري نختار حاجات ويارد تيجي ويارد تحصل وهي أصلا ما بتكونش نتجتها مناسبة لنا طيب دول ثلاث حاجات والرابعة إن أنا أرائب الناس مراقبة الناس ده فيه مشكلة كبيرة بضيع وقتي وأفضل أرائب حاجة مش بتاعتي وبتعطلني عن مسيرة الحياة فأنا لو ما رائبتش الناس وأنا لو ما قرنتش نفسي بغيري هوفر وقت أمشي في طريقي علشان هوصل يعني هوصل أنا إنسان ناجح وهوصل ده رقم واحد وكمان بيدين حاجة كمان بيريح بالي مفضل شقار وهري وأتعب وانكت والقصة دي كلها طيب دي حاجة دول الأربع حاجات كانوا اللي بيرهقوا القلب سريعا المقارنة ومراقبة الناس والخوف من الماضي والخوف من المستقبل الخوف من بكرة دول اللي بيرهقوا القلب كده احنا عرفنا من أين نقتي تعب قلب نفع علشان نتجنبهم نيجي بقى الأول حاجة العلاقة بالله العلاقة بالله محتاجة كذا حاجة إن أنت تكون قريب من ربنا ده رقم واحد أو خلينا أقول إن أنا أكون قريب من ربنا ده واحد واتنين كمان إن المهم جدا قوي 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 وفي الموضوع ده وبيجلي قلبي وبيخلينا أستريح عبادة التأمل وعبادة التدبر لما أجي أشوف السمى دي إزاي مرفوعة بالشكل ده وبدون عمد يعني بدون أي عمود بدون عماد فالسمى مرفوعة بدون عمد إزاي ده إزاي حمادنا النهاردة خمسة متر في خمسة متر لازم يخلي حالك للأحسن في فترة صغيرة جدا فأصبر تستريح طيب نيجي بقى للحب إيه قصة الحب تعالوا نشوف الحب بيعمل إيه الحب يعني القلب بينبط بالحب طيب إيه موضوع الحب وليه مهم جدا ليه هو كان مسلس في موضوع القلب الضلع فيه مسلس في موضوع القلب لأن الحب أنا محتاج أحب ولما محتاج أحب بس ده مش كل حاجة الحاجة اللي أكتر من كده إن أنا محتاج أتحب يعني إيه محتاج أتحب أنا محتاج أتحب علشان إن أنا مكون حاسس إن أنا محبوب بحس إن أنا ليه قيمة وفيه إقبال علي وأنا مرغوب فيه وفي نفس الوقت أحس إن أنا بشغل اهتمام إنسان معينة أو الإنسان بيشغل اهتمام إنسان آخر حد مستنيك لما ترجع من شغلك عشان يتعشى معيك ومي كل شي لما أنت تيجي والدك أو والدتك لما أنت تروح مثلا مكان وحاسين بعض الشيء إن هو يعني قد يكون فيه خطور عليك تبص ليه طول الطريق بيكلموك أنت محل اهتمام ناس تانية بجد بتحبك وإنت تحس بالمكانة فقلوبهم فده شيء بيسعدك جدا وبيكون فيه إرضاء نفسي وبيحاسسك بقيمة نفسك العاطفية اتجاههم فهنا طبعا ده شيء مهم جدا هنيجي لكمان حاجة وهي الهواية ده الضلع الثالث عايزين نركز شوي الضلع الثالث بتاع المسلس في موضوع القلب وهي الهوايات الهوايات بتعمل إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده بتعمل إيه الهوايات الهواية أول حاجة إن هي بتخليني أفصل ساعات رتم الحياة أخذوا كله شغل لشغل 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 خلاص بمل وبعدين المخصعات يعني خلينا نقولها بكل بساطة كده بينمل من كتر الشغل أو من كتر المواصلة بيتعب التواصل الكتير قوي على منوال واحد في طريق واحد بيتعب فعلا فأنا محتاج أن أنا أفصل علشان أقدر أجدد من جديد هذه الهوايات والجزء الثاني في الهوايات كسر الروتين هو بيفيدنا في إيه الهوايات؟ إن أنا كمان أكسر الروتين أنا لما مثلا أقوم الصبح أخذ نص ساعة رياضة أو ساعة بجدد نشاطي يعني كده أنا بفصل وبكسر الروتين وبجدد نشاطي النشاط بيتجدد إزاي؟ الجسم بيتجدد الدم اللي بيمشي ده من خلال أي هواية على فكرة من شرط الرياضة أي حاجة إن شاء الله يكون بلاي ستيشن أي حاجة تمام؟ فبيخليني أفصل طيب وكمان بيخليني أبدأ من جديد وعز أقولك زي ما يكون ريستارت هدوس على الزرار من أول وجديد زي ما يكون نايمين وبنصحة فبنصحة فايقين كنا أفصل نايمين تعبنين ومجهدين بنصحة تاني يوم الواحد فايق وكويس يعني كويس؟ إشباع معنوي حاجة بقى دي جواية نفسية بقى لما أنا يكون عندي إشباع معنوي بطبسط قوي أنا معنوياتي حلوة وخدت الحاجة الإجابية اللي أنا عايزها فتلاقي الأمور كلها ماشية كويس حاجة بقى أهم من كل دول أو بتزود أهمية كل دول الترفيه بحس أن أنا إنسان مرفه فكده القلب دول التلات دلوع بتوع القلب تمام؟ كده موضوع القلب هيسلمنا المين للعقل طيب هنيجي الموضوع العقل العقل إيه قصته؟ العقل كده راجل زي ما يتقوله بمعلم راجل معلم راجل كده كلامه قليل قوي وعارف هو بيقول إيه؟ وريدر أو مدير أو راجل كده عامل كل حاجة راجل زي الفل يعني يعني إيه العقل؟ كلامه قليل أو نرجع ونقول بمعنى إنه هو كلمتين العقل بيحتاج يمتد من القلب اللي هو الحالي نفسه عشان المزاجه يبقى كويس ورايق وهدي البال علشان يدير نفسه الأول وبعد ما يدير نفسه يوصل للقلب يقوم يديره وبعد ما يدير القلب يوصل للجيب أو الشغل أو الحالي المادي يديره بشكل كويس جدا بالنتيجة المار جوة كده إحنا عندنا تلاتة هنقول تاني القلب والعقل والجيب والرابعهم الرياضة أو الصحة فهو القلب يعني العقل هو القلب مشي على لما يكون كويس ومستمد قوته من العقل من عفوا من القلب العقل لما يكون كويس ومستمد قوته من القلب بقى كويس عارف يدير نفسه وبعد كده بيدير القلب وبعد كده بيدير الحالي المادي وبعد كده بيدير الجسم الرياضة الصحة القصة دي كلها تمام؟ هم مختصر جدا موضوع العقل ده عشان كده أنا قلت ده حد راجل معلم كده في كلمتين مختصرين بيدير الأربع حاجات أو بيدير التلات حاجات زائد نفسه خلاص؟ قد العقل العقل بقى بيسلمنا بعد كده لحاجة اسمها المال اللي هو رابع ضلع في المثلث أو عفوا رابع ضلع في المربع المال ده بيعمل ايه؟ المال مصدر مالي منين؟ من مهنتي صح؟ و المال هو عبارة عن المهنة وعبارة عن المشتريات وعبارة عن التوازن المادي دول برضو التلات أضلاع بتوع المثلث بتاع المال فهنيجي دلوقتي للمال لو جينا نفتح فيه أول أيكونة اللي هي المهنة المهنة دي عبارة عن ايه؟ المهنة هي مصدر دخلي ومصدر رزقي فالمهنة لازم يتوفروا فيها حاجتين الحاجة الأولى أن أنا أكون مستريح نفسيا يعني أنا النهاردة بشتغل شغلانة يعني عمل ما فالشغل ده وانا رايحه الصبح أو أي وقت على حسب معايد شغلي لو انا مش مستريح وانا رايح مش هعرف أنتك فيه ده رقم واحد رقم اتنين بكل بساطة كده عارف اللي يقولك أنا عاصر على نفسي لمونة علشان أروح الشغل طب قولي بقى بالله لكنت إزاي هتنتج قولي مش تعرف تنتج بشكل المطلوب ومش تعرف تركز في شغلك لأن انت رايح بالعافية غير ما يكون انت راغب الشغل ده عندك ميول للشغل ده حبه فبتعمل حاجة من جواك وإيه بيعني خلينا نقول بنشاط أكتر واباكتيفتي أكتر بتعمله بكمان يعني بتبدع فيه فده لو مكنتش رايح للشغل وانت مستريح هترجع منه تعبان مش تقدر تواصل بعد كده ده أول حاجة في موضوع الشغل هنيجي لتاني حاجة الشغل لازم وضروري جدا ان هو يسد احتياجاتي يبقى هنا احنا اتكلمنا في اتنين في الشغل عامل نفسي ان انا نكون مستريح وانا رايح والعامل التاني اللي انا العائد المادي اللي بييجي من الشغل ضروري جدا يكفيني ويكفي معيشتي طيب تعالوا نشوف ليها هي كمان جدوى الموضوع الشغل ده هنتكلم فيه الشغل ازاي عرف ان هو مناسب ليه ماديا احنا خلاص اتكلمنا في النفسية نخش على الماديا الشغل ليه تقسيمة لو جد غير اللي احنا هنوضحه ده يبقى الشغل فيه حاجة محتاجة تتعدل يا اما انت تغير نوع الشغل طبيعته النشاط يعني او تعدل من المهنة نفسها لو هي بتاعتك واختصاصك وانت حبابها مفيش حاجة لأ كل حاجة مفيش حاجة اسمها مستحيل اصلا فكل حاجة هنخش عليها نعدلها ونعمل شوات حاجات هتبقى على المطلوب اللي احنا عايزينه وهو الشغل ده فيه تقسيمة اول حاجة في الشغل تعالوا بقول لكم ايه ما تيجي نقل بترابسط الفقر كده تعالوا نقل بترابسط الفقر ونشوف الشغل ده هنقسمه بالشكل الصح علشان نعرف نعيش كويس زي اي حد احنا بنشوف واحسن كمان طيب الشغل عايزين نقسمه اول تقسيمة ان انا لازم يكون الشغل يديني خمسة وستين في المية من المعيشة يعني انا مثلا بكسب مية جنيه او الف جنيه اطلع خمسة وستين في المية منهم يكفوني معيشتي لو ما حصلش كده يبقى الشغل محتاج ان انا اطور من نفسي مش هقولي شغل وحش اه وارد ان يكون مش بتاعك وانت فيه شغل ليك اتجاه تاني احسن وافضل او لو انت حابه يبقى اطور منه اذا المهنة لازم وضروري جدا الفلوس او المال العائد اللي بيجيني لازم يكفيني الخمسة وستين في المية من مرتبي يكفيني الشهر خمسة وستين في المية يكفي معيشتي طيب كده خمسة وستين في المية وخمسة في المية منهم صدقات او تساعد حد صاحبك او تساعد انسان محتاج او تساعد اي حد بشكل مدي صدقة مساعدة في حد عايز تجوز والله انت معك ارشين بتديله المهم ادي القصة كلها طيب يبقى احنا كده وصلنا سبعين في المية ارجع وقول تاني الشغل 65% يكافوني معيشة وال5% هم دول صدقات لأن الـ 5% أهم من الـ 65% وأهم من الـ 100% اللي احنا نوصلهم للآخر دلوقتي لأنه هم دول البركة بجد وهم اللي بيحيولك الـ 100% كده عندنا 70 وكمان عشرة كده وصلنا للـ 80 العشرة دول إيه بقى؟ العشرة دول إننا أحطهم خلينا نقول ما عندناش حاجة اسمها سوايد خلينا نقول نحطهم على جنب اليوم الأبيض يعني إيه اليوم الأبيض؟ وارد يطرق علي أي ظروف في أي وقت في أي لحظة أنا ماشي حصل حاجة في عربيتي أنا ماشي خليه أقول ابني يتعب أنا حصل عندي حاجة عايز روح أحلل أكشف أعمل لو أنا مش معاي فلوس أعمل إيه؟ فأنا كده هحط 10% على جنب دول لأي ظرف قد يحدث لأي ظرف طارق أنا مش عامل حسابه كده وصلنا 80 عشرة كمان أحطهم لحاجة إن أنا أفصل عن الحياة أحطهم لخروجة أو أعيز أروح أشتري قميص أو حاجة أو أخرج أكل برة أتعشى برة أنا والناس اللي معايا فدول 10% كده فضل عشرة بتاعت إيه بقى العشرة دي؟ العشرة اللي فضلة هي تطور العشرة في المية اللي فضلة أصرفها على مخي أرجع تاني مش المخ الرجل ده بيتعب معانا وبيخلي قلبك كويس علشان تشتغل وعشان تبقى كويس وعلشان تفكر في موضوع الجيب والاستثمار والفلوس وترجع كمان تفكر في الجسم طيب يبقى أنا برضو أديله 10% إزاي بقى أديله 10%؟ أديله تطور يعني إيه تطور؟ أخذ كورسات يعني أنا لو دلوقتي التقسيم اللي أنا بقولها دي لو مش مظبوطة معايا في الشغل أو ما أنا عامل إيه؟ أطور من نفسي وأخذ كورس وبعد الكورس أخذ أي دورة تنمي مهاراتي أنا النهاردة مثلاً خلينا نقول في مستوى معانا في الشغل لما أنا أجي أنمي مهاراتي إيه اللي بيحصل؟ هعلي مرتبتي أنا النهاردة واحد وبكرة هيبقوا اتنين وبعده هيبقوا تلاتة وأنا ماشي على هذا المنوال فكل يوم معالي مرتبي وأطور وأزيد علم نفسي في المهنة بتاعتي إيه اللي بيحصل؟ بيعود عليه في الآخر مرتبي بيبقى عالي بيعلى كل مطور من نفسي مرتبي بيعلى لأن الكفاءتي زادت وعلمي في المجال اللي أنا شغال فيه بقى كويس وكمان الناتج بتاعي زاد وكمان الكولات اللي أنا بطلعه من شغلي أي إن كان بيبقى أعلى يعني كل اللي أنا بنتجه الأمور عندي بتزيد فطبعا بالتالي هيزيد المرتب بتاعي أو شغلي حتى لو مش مرتب فرض أنا شغال تاجر أو 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 فبسرعة 65% أكفي معيشتي والـ 5% صدقات والـ 10% لليوم الأبيض اللي قد يحدث قد يحدث أي حاجة أو أي ظرف مفاجئ والـ 10% اللي بعدهم إن أنا أطور من نفسي فيهم وـ 10% اللي هم قبل ما أطور من نفسي فيهم والمهارات وكده الـ 10% اللي قبلهم أخرج أتعش برة أشتري حاجة أنا أعيزها هذه قصة الجيب كده بقى عايزين بقى إيه هو كده نقلب لازم نقلب تربست الفقر لو إحنا حسبناها وطلعت غير كده يبقى محتاجين في حاجة محتاجة مراجعة في موضوع شغلي هنيجي للبعده المشتريات والخدمات تقسيمة بقى بتاعة الفلوس اللي أنا بتخشيلي دي محتاج إن أنا أقسمها بالشكل مش بالشكل الآتي ولا حاجة يعني خلينا نقول الأمور أسهل من كده هبدأ بالفلوس اللي بيجيني أو بالعائد المادي بالخدمات والمشتريات الأساسية خدمات يعني إيه هدفع فطورة الكهرباء هدفع فطورة الغاز هدفع الحاجات اللي هي الأساسية بتاعة الخدمات الأساسية اللي أنا ما استخداش عن استخدامها مش مثلا يكون أنا عندي كارت يعني عدات كهرباء بكارت وييجي الكارت خلص الشحن اللي فيه وأنا مش معايا فلوس هقعد في الضلمة مثلا فأكيد هبدأ بالحاجات اللي هي الأساسية قادي الخدمات المشتريات الحاجات اللي أنت ممكن تجيبها في البيت أو حاجة لما ما يكونش معاك فلوس أنت بيتك ماشي لما تخلص فلوسي على نص الشهر ولا على عشرين في المية على يوم عشرين يبقى فيه كده حاجة غلط بس على الأقل ما أنا أحسبها بالشكل ده يبقى أنا معايا فلوس أروح أركب مواصلات وأروح شغلي ملاقيش حتى فلوس أوصل شغلي فالموضوع صعب شوية فأدي الموضوع أدي موضوع المشتريات والخدمات هم موضوع الأولوية وكمان ده بيودينا للضلع التالت في مسلس المال وهو التوازن والميزانية زي ما احنا تكلمنا في شوية كده بس هنوازنهم ونعمل جدوى نمشي عليه في حياتنا مش شرط بقى جدوى في ناس متحبش الورقة والقلم والجدوى والحاجات اللي هي يعني قوي دي والقيود دي بس يعني بالبال كده تقدر تحسبها هنيجي عالجسم هنشوف الجسم ده بيعمل فينا ايه وليه خلينا اخر حاجة ليه خلينا الجسم قبل عفوا ليه خلينا الجسم بعد المال لان المال هو اللي بيصرف عالجسم لان انا ما ينفعش هصرف هصرف منين عالجسم الجسم محتاج برضو شوية مصاريف طيب الجسم محتاج برضو فيه هو ثلاث حاجات اول حاجة النوم وتاني حاجة الغذاء وتالت حاجة الرياضة دول اللي بيحافظوا على جسمي بشكل عام خلينا نقول النوم النوم انا النهاردة لو انا يعني مثلا مش نايم كويس ازاي هقدر ااجي واعد قدام كاميرا واعد يعني امارس شغلي هقوم مودي قافل ممكن يعني كما يقال كده مقاريف شوية خلق دي مش عارف تعمل مع الناس اللي حوالي لو انا سايق عربية حد يعدي من هنا حد يكون مسرع ومعادي فممكن ما استحملوش اعمل مشكلة في الشارع لو انا مثلا مش عارف حتى لو انا اي متعبان مش عارف اتعامل حتى في البيت فاذا النوم لما بيقل بيأثر على المستوى العملي والمستوى الشخص بيأثر على المحيط اللي انت بتتعامل معاه كله بشكل عام كويس ادي اول حاجة في النوم تاني حاجة في النوم احيانا بننام كتير اكتر من اللازم واكتر من احتياج جسمنا ده بيسبب يعني شوية حاجات كده خلينا ناخد منهم اهم حاجتين علشان ما اطولش عليكم اول حاجة هيسببها للنوم الكتير ممكن يسبب لي سمنة مثلا وممكن يسبب لي افهم انه هو هروب تعالوا نتكلم في السمنة الاول لو انا بنام كتير مفيش حر اكتر لجسمي فهيسبب لي السمنة السمنة دي في الاخر بتوديني فين بتزود عندي الوزن فطبعا ببقى حركتي قليلة وده شيء بيقلمني من جوايا ان انا حركتي قليلة وقول له يا ابني والله ما تاخد ايدي كده طب يا ابني ما تديني والله تعالى وصلني او تعالى ان رايح مشوار اجيب حد معايا عشان يمشي افرض النهاردة فاضي وهو بكرة مش فاضي انت من جواك بتتقلم ان انت تطلب حاجة من حد لان الانسان في جوا عزة نفس اي انسان مننا بجد جوا عزة نفس بيتقلم جدا مرة في مرة لما يجي يطلب حاجة من حد ويحس ان هو يعني بيطلبها منه وخصوصا لحد ما قدرش يلبيها واللي مش بييلبيها احيان بيكون كمان لا ارادي يكون مشغول يكون مش قادر فالسمة بتعمل لنا مشكلة كبيرة احنا بنعاني منها طيب تعالوا نشوف بقى اللي جاي ايه المشكلة التانية في النوم ما طال النوم ما طال من اعمار يعني ما بيزودش العمر او السنين بتاعتنا لكن كتر النوم بيضيع سننا يعني ايه يعني اكتر من الحاجة واكتر من اللزوم اكتر من احتياج الجسم بيعمل ايه النوم هو عبارة عن دقايق والدقايق الزمن عبارة عن دقايق وساعات واسابيع وشهور وسنين فبتجمع معاك في الاخر فبيضيع العمر في حاجات مهام هو بيأثر علي النوم الكتير ان انا ما اقومش بكل المهام بتاعتي منها لغاية اخر اليوم الاقي فيه مهام واقع مني النوم الكتير في حاجة مهمة جدا 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 حاجة دي اهمية قصوى وهي الاهمية القصوى دي لما اجي انام كتير اعود مع نفسي واشوف ايه الموضوع لان النوم الكتير لازم افهم حاجة مهمة جدا ان النوم الكتير بيكون هروب احيانا فاعد مع نفسي واقول انا بنام كتير ليه اسأل نفسي هنا فيه تساؤل انا بسأل نفسي انا بنام كتير ليه هل عندي مشكلة ما بهرب منها في النوم ماشي ولا فيه مسألة ما انا بقدم عليها وخايف اقدم عليها اوي فبهرب بالنوم مش انت نفسك اللي بتهرب على فكرة هو الجسم بيدعو الخلايا كلها ان هي تخمل وتريح وتهدى وتنام بالتالي فلازم نعود مع نفسنا نشوف كل مسألة قد تحدث او مسألة انا مقبل عليها او خطوة انا مقدم عليها فعايز شوف انا ليه بنام كتير لو فيه مسألة ما انا الان منها او خايف منها او حاجة اعود مع نفسي وشوف انا ايه الان اكتر حاجة المسألة دي هتعمل لي ايه واقل حاجة ولو هربت منها وما كانتش على النتيجة المار جوة هتنزلني وتوديني فين فاحنا مش عايزين ننزل انا عايزين نطلع فالمواجهة كويسة النوم الكتير اقعد مع نفسي وشوف انا نفسي بتدعو جسمي يهرب من ايه ده من اهم ما يمكن بجد طيب هنيجي للغزة تعالنا نشوف بقى ايه موضوع الغزة ده موضوع الغزة هو الغزة الغير الصحي برضو بيسبب لي سمنة والسمنة دي بتعمل فيها ايه ممكن تسبب ضغط لقدر الله واحيانا بيكون تربة خصبة لايه للسكر والامراض اللي هي ربنا عافينا وكلنا كويس طيب احنا نقدر نتجنبها والصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يعلمه الا المرضى محدش بيحس بيطول ما انا عندي صحة ولا يحاسس بالمسألة دي ليه لان في نعم ربنا مدهنة كتير جدا احنا اعتدنا وجودها يعني اعتدنا وجودها ونسينا شكراها لما هي موجودة عندي على طول على طول على طول يبقى ده من الضرورة وانا اصلا مش حاسس بها لان هي موجودة عندي مين اللي حاسس بها اللي مش موجودة عنده يحس ان هي عزيزة جدا انا ساعت بس ببقى مش قادر اتحرك او حاجة واشوف طفل يجري او بلاش طفل الطفل من طبيعي ان هو يجري وعنده طاقة بيفرغها شاب بيتحرك كويس جدا بقول الله يا بخته ربنا يدي له الصحة ويزيده ويدم عليه نعمة فهنا بحس انا بقى بالموضوع ده الشاب كذلك لازم يحس ان ان هو عنده صحة يشكر ربنا عليها وفي نفس الوقت يحافظ عليها فالوقاية تمام مش عايزين نخش في موضوع ان انا قدامي حاجة اقدر اكون عندي وقاية بالنسبة لها واسيب نفسي ان انا اتأرجح بين مطرقة وسندان فانا مش عايز ان انا حط نفسي تحت مطرقة وسندان ليه لان ما بسيب نفسي بيحصل معايا كل الامراض اللي ممكن تقدر قد تحدث وبيكون جسمي تورب خاصبة ان هو يقبل ويستجيب قوي للحاجات دي فطبعا الغزاء الكويس الغزاء الكويس كلنا عارفينه وانا هعمل ان شاء الله في رمضان باذن الله كلها كم يوم وهعمل موضوع عن الغزاء او يعني الغزاء موضوع متكامل ما بين رياضة وما بين غزاء وما بين ازاي ناكل في رمضان وتناول الاكل والطريقة ونوع الاكل بكل بساطة يعني خلينا نقول له هناخد بس حاجة صغيرة من موضوع الغزاء الدهون هي فيه كتير جدا منها مهاضرج لو جينا نتكلم ايه هي الدهون الدهون عبارة عن اول حاجة كويس زيت زاتون زيت بزرة الكتان الافوكاتو الدهون دي الدهون العادية اللي ممكن نستخدمها فيه دهون بقى مش ثلاثية او دهون دهون احدية عفوا الدهون الاحدية اللي هي في المكسرات الكاجو عن الجمل والحاجات دي كلها فيعني مش هنخش قوي في تفاصيل دي علشان يعني مش اختصاص موضوعنا قوي هعمله حلقة الواحدة بتعمل ايه كمان الغذاء الكويس بديني قوام جميل اكون انا حابب نفسي ولما احب نفسي ابصي الاقي حتى انا بشعر الناس كلها بتحبني وعندي ثقة في نفسي والدنيا كويسة وما فيش اي مشكلة عندي نفسيا وكمان بتساعدني على الحركة ان انا لو عايز اتحرك في اي وقت في اي مكان مفيش حاجة بتعقني تعالوا نخش على الرياضة ونشوف المهام بتاع الرياضة اللي احنا ممكن نقدر نعملها يوميا وفي نفس الوقت نشوف النتاج بتاعتها الرياضة هي بنفصل بيها عن برضو رتم الحياة اللي هي كانت فوق خالص اللي احنا كنا بنسميها الهويات في موضوع القلب فهنا الرياضة بافصل بيها بتديني النشاط لجسمي والعقل وبقدر اواصل من جديد وفكر بتديني الراحة النفسية اللي انا لان الرياضة خلي بالكم يعني هي بتفرز هرمون السعادة فبتديني راحة نفسية وكمان بتديني صحة وقوة ده شيء بيحسسني ان انا مش محتاج اي حاجة لان هي زي ما قلنا ذقت جميع الطيبات فلم اجد اطيب من العافية اللي هو عدم الاحتياج للناس وقدر تعمل كل حاجة انت عايزها وبرضو بتديني عدم الاحتياج لمساعدة جسدية من شخص اخر وهنا خلصت تقسيمة الحلقة بتاعتنا بتاعتنا الجزء الاول او الفقرة الاولى من تقسيمة الحياة اللي بتوصلنا للحياة السعيدة فاصل ونرجع نواصل برحب بيكم مشاهدنا من جديد وبرحب بيكم مجددا معنا في حلقتنا النهاردة النهاردة عايز اقول يحكى انه كان ملكا اعرج ويرى بعين واحدة وفي احد الايام دعا رسامين ليرسموا له صورة شخصية واشترط عليهم شرطا واحدا الا تظهروا الصورة عيوبه رفض كل الرسامين رسم الصورة فكيف يرسمون الملك بعينين وهو لا يرى الا بعين واحدة وكيف يرسمونه بقدمين سليمتين وهو اعرج ولكن في وسط هذا الرفض الجماعي قبل احد الرسامين رسم الصورة وبالفعل رسم صورة جميلة وفي غاية الروعة كيف ذلك تخيل الرسام ان الملك واقف وممسك ببندقية الصيد فبالطبع كان يغمض احدى عينيه ويحني قدمه العرجاء وهكذا رسم الرسام صورة الملك دون اي تعيوب وبكل بساطة ودون حتى ان يكذب في ملامح رسمه ليتنا في حياتنا نحاول ان نرسم صورة جيدة عن الاخرين بالرغم من عيوبهم ننقل الصورة للناس ونستر الاخطاء فلا يوجد شخص خال من العيوب ونأخذ الجانب الايجابي المشرق داخل انفسنا وانفس الاخرين ولنترك السلبية لراحتنا وراحت الاخرين يعني ايه الكلام ده عم ابو حافظ خلينا نشوف ايه الكلام ده دلوقتي احنا نتكلم في موضوع السلام النفسي السلام النفسي اللي فعلا بيعايش الانسان سعيد في رحلة حياته وعدم الحفاظ ع السلام النفسي بيخليني تعبان وعند ايه كلمة حفاظ ده اسمال صيد الخاطر انا صدت الكلمة دي من ضمن من وسط الكلام يعني ايه الحفاظ على السلام النفسي يعني معناها ان السلام النفسي فطري وموجود جوا او stunning وربنا من الدهوني وكل انسان نازل في نسخته السلام النفسي ده كلمة حفاظ وانما انا مقولش استجلاب السلام النفسي او انا يعني أجيب سلام نفسي حطه جواه هو موجود معايا طب أمال هو بيروح فين بيروح من ناس احنا ممكن نتصدم فيهم شخص اديت له ثقة وطلع مش قدها إنسان اديت له كل حياتك أو وثقت فيه في رحلة حياتك وطلع مش قد الثقة اللي انت بتدهيله فبتتصدم موقف حصل حاجات حصلت أثناء رحلة الحياة فبيت شوية شوية بتتسلب مننا بتسلب مننا السلام النفسي واحنا محتاجين نحافظ عليه طيب خلينا نشوف نحافظ عليه إزاي ويعني إيه الكلام اللي إنا يحكى أنه كان رجلا أعرج ويعني ويارى بعين واحدة وشمعنا الرسام ده الوحيد اللي رسمه طيب هنشوف هو إيه أصلا السلام النفسي السلام النفسي إن أنا أكون بكل بساطة بقى بلاش بقى شغل العربية قوي والفصحة وإن أنا أتعبكم معايا فيه السلام النفسي هو عبارة عن أن أنا أكون من جوايا حابب نفسي ومش بأزيها ومش بأزي الغير إلا أنا بتعامل معاهم الناس المحطين بشكل عام مش بأزيهم ولا بأزي إنسان ولا بأزي أي مخلوق ده بمفهوم وفيه مفهوم تاني السلام النفسي إن أنا أحب كل اللي حوالي لدرجة إن أنا ما شوف إنسان ألا إيه بيتبسم أو بيبتسم لما يشوفني والابتسامة دي تكون من جوا قلبه أعرف إنك ساعتها عندك سلام نفسي فعلا السلام النفسي لما الناس تشوفني تبقى مبسوطة وبتبتسم لي الإنسان أو أي مخلوقات يعني لو ضربنا مثل صغير ساعات إنسان ماشي وفيه مثلا قطة تيجي تجري تشوف وتجري منه إنسان ماشي تجري منه وهي نفس القطة شوف إنسان تاني تفضل ماشية وبتقرب منه شوية شوية وده لها يترفع يعني إيه ده لها يترفع ما هنا فيه body language ليه علاقة بإحساسها أو يعني لغة جسد ليها علاقة بإحساسها بإحساس القطة أو بإحساس الناس فبينعكس على إيه بينعكس على الجسم الإحساس الداخلي بينعكس على لغة الجسد رفعت دلها يبقى مبسوطة وحس بالأمان منه طيب ليه؟ وش معنى ما حسيتش بالأمان من حد تاني؟ طيب وهي نفس الكائن يعني هو نفس الكائن طيب هو ما عملهاش حاجة ليه؟ السلام النفسي فيه هالة بتصدر من الإنسان مش دهما ساعات بيقولك العين ما بتجدبش أو أنا بحسه كده بحس إن ده إنسان كويس وإحساسي أبدا ما بيجدبش هنا الإنسان لما يكون عنده سلام نفسي بتصدر منه هالة للناس المحيطين موجات الإنسان أو الكائن الحي بشكل عام بيحسها بيحسها قوي فهو ده السلام النفسي إن أنا أكون كويس وإن أنا ما أزيش حد ولا أأذي نفسي ولا أأذي أي إنسان وبتعامل مع الناس بالحب وبكل تفهم آه دي موضوع السلام النفسي طيب لو جينا نقول إيه هما الخطوات اللي أقدر أنا أحافظ بها على السلام النفسي في خطوة أقدر أحافظ بها على السلام النفسي وفي خطوة أقدر أثبت السلام النفسي وفي خطوة تانية أقدر إن أنا أخليه ماشي معايا طول حياة اللي هو بقى أقفل عليه خالص ميروحش من جوايا وهنشوف دي أنهي نقطة ودي نستخدمها إزاي والفقرة دي ودي هتسلمنا لإيه وده هياخدنا لإيه معايا أول حاجة لو جينا نضرب مسأل صغير في موضوع الراجل الرسام والملك والقصة دي أحيانا أنا بيصدفني أو بتحصل عندي مسألة ما ضرورة تتحل أو عثرة ما مع حد شريكي في الشغل أو مع حد جاري أو مع حد أي إنسان فيه بتحصل بينه وبينه بينه وبينه مسألة ما محتاجة تتحل فلو أنا وأنا ماشي رحت واخد فكرة عن الإنسان دا أنا هروح أعود معاه أو هو هنيجي ونجتمع واخدنا معاه مع بعض إن إحنا نجتمع عشان نحل المسألة لو أنا بقى مفكر عندي ظن بظن فيه إن هو مش هيحل وبظن فيه إن هو هيكون لي بشكل مضاد هو ما أنا عامل إيه هكون أنا صدامي معاه هو هيجي بشكل مضاد وأنا كما أنا هخش عليه أو أكون صدامي معاه في النقاش فمش هنطلع بنتيجة مثمرة إيجابية طيب لكن أنا لو أسيب الموضوع لغاية ما شوف وأعد معاه هنا أمش بدي أي احتمالية غير الواقع اللي هيحصل فهنا يعني إيه كلام دا يا عم حافظ أنا أقول لك يعني الكلام دا في فرق بين الواقع والتوقع الواقع إن أنا هستنى لغاية ما أشوف إيه اللي هيتم وبعدين أتصرف بناء على ضوء أما التوقع وارد إنه التوقع يكون مش في محله فأنا لو توقع مش في محله أنا كده هحضر نفسي إن أنا أروح أعمل مشكلة أو ما تجاوبش لأي نتيجة إيجابية طيب في هنا كمان حاجة عايزة أوضحها قلنا الواقع والتوقع التوقع مش بقولك يعني ما تتوقعش الوحش لأ ضروري جدا تتوقع توقعين الأقرب للطبيعة اللي هو الواقع دايما نخليه عفوا التوقع دايما نخليه بشكل إيجابي عشان نقدر نمشي في حياتنا وأخذ تاني توقع كمان هنا عندي توقعين التوقع الأول إنه هو إيجابي عشان أتمكن من الحل وكون تعاون والتوقع التاني اللي هو بيسميه إحنا بنسميه الخطة البديلة وارد وقد يحدث إنه هو مش هيتجاوب معايا فحط الخطة بديلة ساعتها أعمل إيه مش على طول أمواخد التوقع السلبي واخدش عليه بيه لا يبقى كده بداش أروح أعود معايا أصلا فحط التوقع السلبي كخطة بديلة ما استخدمهاش إلا عند الضرورة القصوى كمان لكن التوقع الارجنت الطبيعي المنطقي والرئيسي كمان إنه ناخد التوقع إنه هو يكون كويس وأشوف الواقع هيقول لي إيه الواقع هيحاكي نفسه ساعتها فأنا أرجع وأقول أنا هروح أشوف إيه الموضوع ده وبناء عليها أتصرف وحاول أكون متعاون بكل بساطة طيب الكلام ده بيجي منين الكلام ده بيجي من ثلاث حاجات من ثلاث حاجات أول حاجة فيهم الظن لأنه هو بيجي منين هيا الظن الظن زائد فكرة زائد ده بيوديني الرد فعل إذن هو بيتكون إزاي الظن والظن اللي أنا بظن فيه مش كويس أو كويس على حسب الظن أي إن كان الظن بيكون لي فكرة بيخليني أعمل ردود أفعال ردود الأفعال قائمة على الفكرة والفكرة جاية من الظن هادي كل الموضوع تمام فإحنا هنا بكل بساطة نتجنب الفكر المسبق أو نتجنب الحكم المسبق على الأشخاص أو المواقف طيب الحاجة المهمة جدا اللي بعدها وهو التحلي أو الابتعاد الأول بلاش التحلي الابتعاد عن التشاؤم والتحلي بالتفاؤل ده بيوصلني وبيخليني أخول تجارب يعني أنا النهاردة لما أكون عندي أتخلص من التشاؤم وتحلى بالتفاؤل ده بيوصلني إن أنا أكون مقدام وعندي أخذ المزيد من التجارب والمزيد من القرارات تمام ده كويس جدا وبيوصلني بجد التحلي بالتفاؤل طيب وكمان ده بيأخذنا الحاجة مهمة جدا وهي الصبر يعني إيه الصبر بكل بساطة كده هنقوله في كلمتين الصبر هو ثبات الأمل أمام الخوف الصبر هو ثبات الأمل أمام الخوف يعني إيه الكلام ده يعني أنا النهاردة لو أنا عندي فاس وعمال أنا يعني عايز أحفر نفأ عشان أطلع عشان أنجب حياتي علشان يعني ده تمثيل مجازي وعدت أكسر في الجبل في الجبل عايزة أكسر النفأ ده عشان أطلع بكسر 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 أنا كسرت مثلا 2 متر الـ 2 متر دول فضل منهم 5 سنتي ومتواخد الفاس بتاعي وامتلافف وراجع وكان فضل 5 سنتي ده أنا عملت 190 سنتي يعني عملت 2 متر في الخمسة جاني يأس والصبر مني راح ولفيت ورجعت ومعرفتش أطلع بنتيجة رغم أن أنا تعبت كتير جدا الخمس الخمسة سنتي اللي أنا كنت أكسرهم وأطلع وشوف النور شوف النور وشوف الدنيا دول راحوا ضيعوا التعب بتاع الـ 2 متر اللي فات والشغط الكبير جدا فهنا الصبر هو ثبات الأمل أمام الخوف هنيجي لحاجة مهمة جدا كمان لازم أفهم أن أنا مش محور اهتمام الكون أو أنا مش محور الوجود كله بمعنى أنا دلوقتي لو أنا مع أصحابي حد مثلا راح يشتري عربية حد راح يجدد أي حاجة عنده حد راح يشتري بدلة يشتري أي حاجة خلاص هو اشتريها ألف هنا عليه وألف مبروك لكن أنا ساعة أقول إزاي يروح يشتريها من غيري وإزاي ما ياخدش رأيي في القرار اللي هو أخده وإزاي ده موضوع بيتعبني نفسيا وبيخليني بيولي الطاقة سلبية بيني وبينه فنرجع لموضوع اللي كنا بنقول عليه الظن بيكون فكرة بيكون رد الفعل بعمل أنا إيه من جوا يقول هو أنا بالنسبة له مش مهم أو أنا بالنسبة له ولا حاجة المفروض أنا أكون من أهم الناس عنده ومش عارفين فأنا أحط في بالي إن هو مش مهتم بي أو أنا أي كلام عنده أو لا هو الموضوع ما بتحسبش كده دع الملك للمالك أنت تتريح كتير طيب ده بياخدنا الحاجة مهمة جدا وهي التسامح التسامح ده موضوع كبير ده قصة قصة محاكاة كبيرة جدا يعني بتريحنا وبتريح قلوبنا عارف بيقولك ريح قلبك التسامح التسامح بجد حاجة من أهم ما يمكن في طريق حياتنا التسامح ده حاجة كده عامل زي زي تعجلة حياتك تمشي بسهولة هو ده التسامح التسامح لو افترضنا أنا مرة كنت واقف كده شفت فرن بتاع عيش موقف يحضرني شفت فرن عيش وعربية نقل وقفة وفيه اتنين عمال بينزلوا دقيق علشان يدخلوه فرن العيش ده وحد خارج الصبح رايح لشغله والعامل ماشي من جنب العربية هو والعامل وهو الناس اللي بتشيل الدقيق اتقطع شوية للدقيق ده فنزل منه شوية على ملابس مين الراجل اللي معدي من جنب العربية راح الشغل عمل ايه بقى الراجل عمل مشكلة كبيرة وهو كان ماشي على فكرة مسرعة يعني كان عايز روح شغله بأي شكل طيب تعالوا تشوف هو لو ما تسمحش إلا هيتم أولا عمل مشكلة طيب ضيع وقته اللي هو كان ماشي مسرع هدي أول حاجة ضيعناها الوقت بتاعنا الجهد اللي أنا كمان بحاول إن أنا حافظ على الجهد عشان أروح أبزله في الشغل وأطلع حاجة كويسة وأقدر أحافظ على شغلي طيب راح جهد الجسماني مني طيب وكمان في الخناء اللي هو تخنقها مع الراجل وفضل يعمل وكده هو على فكرة صاحب حقه قبل أي حاجة يعني عمل ايه كمان ضاف لنفسه الطاقة سلبية يعني مزاجه تعكر دي مشكلة كبيرة أدي عدم التسامح أما أنا لو مش متسامح مانا برضو تعالوا نحسبها هو أنا حقي أحيانا لما يكون أنا حقي إن أنا أعمل حاجة وأقظم غيظي زي ما ربنا قال ربنا قال فيها إيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعني إن تقدر تضغط على نفسك قوي طيب مش كل حاجة النهاردة في الحياة بمقابل أنا النهاردة لما بشتغل مهنة معينة ويلاقي فيها عائد أكتر بعمل إيه بروح بدري وبطلع أفكاري وبحاول أن تكفيها وأقول كويس جدا وهي موافية لشغلي أو مكافأة لتعبي أو مجزية زي ما بنقول طيب بعمل فيها إيه بروح وأنا مبسوط ومستريح وكده فإنت إزاي تستريح وعندك تسامح لما ربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الكاظمين الغيظ يعني تاخد أجرك من ربنا تخيل مجزي ولا مش مجزي أحسن من مدير الشغل وأحسن من أي حاجة صحة عطلت على الشغل كنت ده أنا متفهم وهاكلم فيه دلوقتي بس مهما يكون أبزل حاجة وأنا مزعلان عليها وبقول إن هي ما راحتش في الأرض هي عند ربنا فإنت هنا الأمور مجزية جدا جدا لأن ربنا ذكر يعني ذكر أمثال الناس اللي بيكون كاظمين الغيظ هذه كاظمين الغيظ والعافين عن الناس اللي هو بقى متسامح كويس هو الراجل نرجع ونقول حقه و يعني هو صاحب حق لكن هو لو الدنيا بسيطة تعال محسبها بالعقد هو الراجل ده عارفني اللي هو كان بيشيل الدقيق مش عارفني طيب وان لو قفت معاني ضيعت وقت وجهد وطاقة سلبية لو أنا مشيت وعملت يعني شفت أي تصرف عشان أخذ الأمور بشكل إيجابي وما قفلش يومي لأن يومي ده لما بتقفل بينعكس على الشغل وارجع كمان في البيت ينعكس على البيت موضوع بيوسع هذه القصة كلها فهنا التسامح كويس جدا ليه احنا كده قلنا كأضمين الغاب تعال نشوف ربنا قال فيها ايه والعافين عن الناس ربنا قال فيها أحيانا لما ربنا بيقولك تسامح بيجبها لك في صورة آية حلوة قوي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من دول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم طيب ادي موضوع الصبر ادي موضوع التسامح التسامح كمان هو ان انت تتخلص يعني تتحكم في الفكرة اللي بتطلع نار وتخلص من الطاقة السلبية هنيجي كمان لحاجة مهمة جدا ما تبلغش بالتفكير وخدوا الأمور على قد حجمها ما تكبرهاش قوي علشان ما تتعبش فيها وانت في الآخر اللي هتدفع التمن الحاجة اللي بعدها الصدق مع النفس والآخرين وهنيجي الحاجة مهمة جدا حاول تنام كويس وتحط راسك على المخدة تنام ليه دول بيجوا منين ان ما يكونش حد ليه عندك حق ادي الناس حققها وفي نفس الوقت تسامح وكمان حل على حساب جيبك جيبك مش معناها الفلوس وبس معناها الوقت والجهد والتفكير والفلوس بتعني شوية حاجات حل على حساب جيبك وصيب غيرك الدنيا كويس هتحط راسك على المخدة تنام ولو انت نمت وليك حق احسن ما يكونش حد عندك حاجة تمام الحاجة كمان اللي بعدها انا مش بخبي ولا بنافع انا ساعات فيه انسان بكون شريكي في الحياة يعمل حركة او يعمل تصرف بيضيقني وانا مش بقوله لا 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 ولا ههمك عادي جدا ما هو هيكرره تاني مرة واثنين وثلاثة لكن انا لما اجي اقوله خد بالك التصرف ده بيتعبني خلاص هو هيسكت عنه او هيبطل هي يعني مش هيعمله تاني اما لو انا بقوله لا لا ولا ههمك ما هو هيعيده وبدون قصد وما لوجه زنب ومش وصله معلومة ان ده بيضيقك كمان في حاجة اعرف ان كل حاجة في الحياة لها تمن ده بيوصنا للسلام النفسي اي حاجة هتعملها كويسة هتبان في طريق ملامح حياتك كمان شوية ان كانت سلبية او اجابية فخليها تبقى اجابية ربنا هيشيلك كل العثرات اللي في حياتك وكل المطباط وحياتك تمشي بشكل كويس جدا اهم حاجة في كل ده الحب حب ايه ابو حافظ طبعا الحب في كل حلقة هفضل اقول الحب الحب حب الله وحب الناس وحب المخلوقات لان فيه اتجاه معاكس لما انا بحب ربنا بحس ان ربنا بيحبني قوي فده شيء بيديني الاحساس المعاكس ده انا بحبك بحس بشوف الحب في عيونك اذا احب ربنا ده رقم واحد لما بحب الناس بشوف هنا بقى موضوع عيونك ده بشوف الحب منهم في عيونهم يعني بشوف الحب حبي في الناس بشوفه في عيونهم لان هو الاحساس المعاكس لان انا لما بعمل حاجة لحده بساعده بحس ان هو مبسوط فده بيديني الرضا بيخليني انا كمان عندي سلام نفسي وبحس ان هو بيحبني فحب الناس عفوا حب ربنا ثم حب الناس ده بيخليني انا مبسوط جدا وبحب حتى المخلوقات يا راجل ده حتى انت لو بتدي اي حاجة اي اكل الكلب او حاجة والكلب ده وارد يعود فطبعا مش بيكون يعني فيه غير اي نتائج اللي هي كويسة وهنا وصلنا لنهاية حلقتنا وان شاء الله انتظرونا في حلقتنا الجاية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى